اهلا بكم سنة تلتة اعدادي ومعانا النهاردة الجزء التاني من تاني درس تاريخ بعنوان مصر اول قضية الفلسطينية وتكلمنا في الجزء اللي فات عن ازاي بريطانيا صنعتلي مشكلة فلسطين وكمان اتكلمنا عن حرب فلسطين سنة 1948 في فيديو النهاردة هنكمل كلامنا ونسيب سنة 1948 ونروح لسنة 1956 ايه اللي حصل في السنة دي بقى قالك عندك تلت دول اسرائيل وفرنسا وبريطانيا التلتة دول اتفقوا مع بعض يعملوا عدوان سلاسي على مين؟ على فلسطين؟ قالك لا على مصر سنة 1956 يبقى عندي تلت دول اسرائيل وفرنسا وبريطانيا هيعتدوا على مصر وهنسمي الاعتداء ده العدوان السلاسي علشان اشترك فيه تلت دول طيب ايه الاسباب؟ قالك كل دولة من دول عندها سبب يخليها تعتدي فيه على مصر يعني مثلا اسرائيل قالت لك حكومة صورة 23 يوليو عملت اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي ولما قولك كلمة الاتحاد السوفيتي عارف روسيا؟ اوه روسيا وشوية دول حواليها كانوا عاملين اتحاد ايام زمان اسمه الاتحاد السوفيتي طيب حكومة صورة 23 كانت عاملة مع الاتحاد السوفيتي اتفاقية الاتفاقية دي ليه؟ علشان يزودوا مصر بالاسلحة والمعدات طيب الكلام ده ما يعجبش مين؟ ما يعجبش اسرائيل لان اسرائيل مش عايزة اي دولة قوية في المنطقة العربية علشان تقدر تحققت معها يبقى انا كده عرفت ان اسرائيل دخلت في العدوان علشان تمنع ان مصر يبقى عندها اسلحة ومعدات طيب فرنسا اللي دخلها العدوان السلاسي؟ قالك فرنسا كانت محتلية الجزائر ماشي مصر بقى في الوقت ده كانت بتساعد الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي هنا بقى فرنسا قالت لك ازاي مصر تساعد الجزائر ضدنا فعلشان كده اشتركت في العدوان السلاسي طيب بريطانيا ما لها وما للموضوع ده؟ اقولك في نفس السنة سنة 1956 مصر اممت شركة قناة السويس طيب ايه المشكلة في كده؟ قالك يعني قناة السويس هتبقى قناة مصرية تحت ادارة مصرية قالك الكلام ده بيضر بمصالح الدول الاستعمارية خاصة انجلترا علشان كده دخلت في العدوان السلاسي يبقى لما يجي يقولك اسبابه اقوله لان حكومة صورة 23 يوليو عملت اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي علشان تزود مصر باسلحة ومعدات علشان تقدر تقف ضد الاطماع الاسرائيلية علشان كده اسرائيل دخلت معهم في العدوان طيب تاني سبب مساندة مصر لحرقات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي علشان كده فرنسا دخلت في العدوان السلاسي طيب تالت حاجة تأميم شركة قناة السويس سنة 1956 الكلام ده بيضر بمصالح الدول الاستعمارية خاصة مين؟ خاصة انجلترا فعلا التلت دول دول هيعملوا حاجة اسمها العدوان السلاسي على مصر طيب ايه اللي حصل؟ قالك القوات الانجليزية والفرنسية فعلا استطاعت احتلال مدينة بورسعيل وكانت في طريقها علشان تحتل مدينة الاسماعيلية ولكنها ما نجحتش في احتلال الاسماعيلية طيب ليه؟ اقوله بشدة المقاومة الشعب والجيش وقف قصادهم طيب اسرائيل بقى بتعمل ايه في الوقت ده؟ اسرائيل امت معدية الحدود بينها وبين مصر وفضلت ماشية في سينة لحد ما خدت شبه جزيرة سيناء طيب هل بقى العدوان السلاسي ده نجح؟ قالك لا فشل فشل؟ فشل ازاي وفيه تلت دول اسرائيل وفرنسا وبريطانيا والتلاتة على مصر قالك عندك خمس اسباب اول حاجة المقاومة الباسلة لمين؟ للجيش والشعب طيب ايه كمان؟ قالك وقوف الشعوب العربية الى جانب مصر الشعوب العربية كلها وقفت جنب مصر في العدوان ده طيب قالك بقى انجلترا وفرنسا اللي انت كل شوية بتسمع عنهم في الترمي الاول وكانوا فاكرين نفسهم اقوى دولتين وفعلا كان الكلام ده زمان خلاص ما عادش لهم اي قيمة ومعدتش هجيب لك سريتهم في المنهج خالص طيب ليه بقى؟ قالك بقى فيه حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية لدرجة ان الاتحاد السوفيتي هدد بالتدخل لوقف العدوان قالهم لو مطلعتش من مصر انا هتدخل عسكريا عشان اوقف العدوان ده حتى الولايات المتحدة الامريكية قالك رفضت استخدام القوة في حل النزاعات بمعنى اصح انجلترا وفرنسا راحت عليكو والوقتي بقى زمن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية طيب ايه كمان من ضمن اسباب فشل العدوان السلاسي قالك تنديد الامم المتحدة بالعدوان الامم المتحدة رفضت العدوان قالتلك ازاي ده يحصل تلت دول ازاي يعملوا عدوان سلاسي على مصر يبقى تاني ما هي اسباب فشل العدوان السلاسي على مصر عام 1956 اقول له خمس حاجات اول حاجة المقاومة الباسلة من الجيش والشعب اتنين وقوف الشعوب العربية الى جانب مصر تلاتة تهديد مين اقول له الاتحاد السوفيتي لانه كان فيه علاقات بينه وبين مصر قوية جدا فعلشان كده هددهم بالتدخل لوقف العدوان حتى الولايات المتحدة في الوقت ده رفضت الولايات المتحدة استخدام القوة في حل النزاعات من الاخر يانجلطرا وفرنسا الزمن ده ما عادش بتاعكم لازم قبل ما تعملوا حاجة تجي تستشيرون الاول اخر حاجة تنديد الامم المتحدة بالعدوان هيئة الامم المتحدة قالت لك ازاي ده يحصل تلات دول يعتدوا على مصر طيب يبقى انا كده عرفت اسباب فشل العدوان السلاسي على مصر طيب ايه النتائج بقى قالك اكيد طبعا الدول دي هتنسحب فعلا رقم واحد ورقم اتنين بيبدأوا بكلمة انسحاب اول حاجة انسحاب القوات الانجليزية والفرنسية من بورسعيد لانه ممكن احتلوا مدينة بورسعيد فالقوات الانجليزية والفرنسية هينسحبوا من بورسعيد طيب رقم اتنين قالك انسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة وسيناء لان اسرائيل وهي جاية كانت خدت قطاع غزة في الطريق وهي جاية وخدت كمان شبه جزيرة سيناء طيب انسحبت امتى قالك فضلت تتلكع براحتها كده لحد ما طلعت اوائل سنة 1957 وهي بتطلع بتدرس كل حتة في شبه جزيرة سيناء علشان في دماغ هترجع لها تاني طيب المهم اسرائيل انسحبت من قطاع غزة وسيناء الكلام ده في اول سنة كام اوائل سنة 1957 وهنا بقى فيه قوات طوارئ دولية بين مصر واسرائيل من بداية سنة 57 قوات الطوارئ دية علشان الدولتين بينهم وبعض خلافات وما يجوش لبعض ويحصل بينهم حرب يبقى تاني تم وضع قوات طوارئ دولية قوات اسمها ايه طوارئ دولية بين مين ومين بين مصر واسرائيل الكلام ده سنة كام الكلام ده سنة 1957 طيب رقم ثلاثة في النتائج قالك ادراق الدول العربية الخطر الاسرائيلي واطمعه في السيطرة على العالم العربي هنا الدول العربية عرفت ان اسرائيل مش هدفها فلسطين بس لا ده هدفها اكبر من كده بكتير علشان كده حصل وحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 بس الوحدة دي تقالك ما طولتش انفصلت سنة 1961 يعني سنة 1961 وعلى الرغم من ان الوحدة دي انفصلت الا ان الدولتين دول عملوا مع بعض حاجة اسمها اتفاقية الدفاع المشترة يعني لو مصر دخلت الحرب سوريا تخش جنبها وتحارب معاها ولو سوريا حد اعتدى عليها مصر تخش جنب سوريا وتحارب معاها دي اسمها اتفاقية الدفاع المشترك المهم رقم ثلاثة في نتائج فشل العدوان السلاسي ان الدول العربية عرفت ان في خطر اسمه الخطر الاسرائيلي وطمعان في السيطرة على العالم العربي فعلشان كده هيحصل وحدة بين مين ومين بين مصر وسوريا سنة تمانية وخمسين الوحدة دي ما طولتش وانفصله سنة واحد وستين بس بعد كده كان في اتفاقية بين مصر وسوريا بعد حتى الانفصال ان هم يسعدوا بعض في حالة الحروب ماشي اللي هي اتفاقية الدفاع المشترك طيب يبقى احنا كده عرفنا من نتائج فشل العدوان السلاسي انسحاب انسحاب ادراق انسحاب القوات الانجليزية والفرنسية من بور سعيد انسحاب اسرائيل من قطاع غزة وسيناء الكلام ده في اوائل سنة سبعة وخمسين بس كده لا ووضع قوات طوارئ دولية بين مصر وين بين مصر واسرائيل سنة سبعة وخمسين علشان الدولتين دول ما يتخنقوش مع بعض رقم ثلاثة ادراق الدول العربية الخطر ايه الخطر الاسرائيلي واطمعه في السيطرة على العالم العربي علشان كده هتقوم وحدة بين مين ومين بين مصر وسوريا الوحدة دي طولت ولا انفصلوا انفصلوا سنة كام سنة واحد وستين يبقى احنا كده اتكلمنا على العدوان السلاسي طيب قالك اسرائيل من ساعة من سحبت من شبه جزيرة سيناء اوائل سنة الف تسعمية سبعة وخمسين وهي بتفكر وبتعد جيش قوي علشان ترجع تحتلها تاني وتحتل اراضي اكتر وبدأت تستعد للعدوان العدوان او طيب ليه قالك اسرائيل كان عندها رغبة انها تقضي على قوة مصر قالت لك اقوى دولة في الحتة دي هي مصر فانا لازم اقضي على قوة مصر خاصة بعد فشل العدوان السلاسي طيب انت هتقضي على قوة مصر ازاي قالت لك انا هستدرج مصر والدول العربية في حرب هم اصلا في الوقت ده مش مستعدين لحرب وانا بستعدي من فترة كبيرة جدا وعمل حساباتي علشان كده انا هستدرج مصر والدول العربية انها تخش معي في حرب وهم مش مستعدين طيب الكلام ده هيحصل ازاي قالك اسرائيل عمت حشد القوات بتاعتها على الحدود مع سوريا سنة 1967 تاني اسرائيل عملت ايه وقفت الجيش بتاعها على الحدود مع مين على الحدود مع سوريا طيب انت فاكر كان بين مصر وسوريا ايه كان بين مصر وسوريا وحدة بس ما طولتش بس كان في حاجة اسمها اتفاقية الدفاع ايه المشترك الوقت اسرائيل راح تكلم مين راح تعتدي على سوريا مصر تسكت لا فهنا مصر هتعمل شوية اجراءات ايه هي الاجراءات دي بقى اول حاجة اعلنت مصر وقوفها الى جانب مين الى جانب سوريا طيب ليه اقول له عشان في اتفاقية مع سوريا اسمها اتفاقية الدفاع المشترك بس كده لا مصر ارسلت قوتها بسرعة الى شبه جزيرة سيناء بس كده لا طلبت من قوات الطوارئ اللي كانت اتحطت سنة 1957 فاكر قالت لهم انسحبوا لي كده بقى من المناطق علشان كده شكلها في معركة جاية وخدوا جانب خالص يبقى مصر طلبت من قوات الطوارئ الدولية اللي موجودة على الحدود بينها وبني اسرائيل بالانسحاب من بعض النقاط بس كده قالك لا طيب عملت ايه كمان قالك اغلاقت خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية سنة 67 برضو قمت جاية على خليج العقبة من قدام من هنا وقمت افلة علشان ما تخليش اي سفينة اسرائيلية تعدي طيب ليه اقول له لاحكام الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العرب على اسرائيل في الوقت ده الدول العربية عامل حصار اقتصادي على اسرائيل يبقى تاني قلنا اسرائيل بعد ما انسحبت من شبه جزيرة سيناء سنة 1957 وهي بتعد في الجيش بتاعها وبتجهز للعدوان اللي هتقوم بالوقتي طيب هتقوم بعدوان ليه احنا عملنا لها حاجة قالك اه هي عندها رغبة في انها تقضي على قوة مصر خاصة بعد فشل العدوان السلاسي وعايزة تستدرج مصر والدول العربية الحرب مصر والدول العربية في الوقتي ده ما كانوش مستعدين لها وهي طبعا مستعدة فتقوم ودي الجيش بتاعها على الحدود مع مين مع سوريا عارفة ان بين مصر وسوريا اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع المشترك وان مصر مش هتسقط وفعلا مصر اعلنت وقفها الى جانب سوريا علشان تطبق اتفاقية الدفاع المشترك وكمان مصر ارسلت قوتها بسرعة الى شبه جزيرة سيناء وكمان مصر طلبت قوات الطوارئ الدولية اللي موجودة على الحدود بيننا وبين اسرائيل بالانسحاب من بعض النقاط وكمان اغلقت خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية طيب كده معنى الوضع ان في شكل حرب دخلة وبالرغم فعلا من المساعد الدولية دول كتير ادخلت في الوقت ده علشان تهدي الموقف الا ان اسرائيل في صباح يوم 5 يونيا سنة 67 قامت بحاجة اسمها العدوان الاسرائيلي 5 يونيا 67 وقامت بغارات مفاجئة على المطارات المصرية وبدأت الحرب الحرب دي بنسميها نكسة يونيا 67 او العدوان الاسرائيلي 5 يونيا 1967 طيب من اللي قامت به اسرائيل ايه اللي حصل في العدوان ده قالك اسرائيل في الحرب دي استولت على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان اللي في سوريا ومدينة القدس العربية والضفة الغربية لنهر الاردن كل ده كل ده الكلام ده امتى اقوله الكلام ده في العدوان الاسرائيلي 5 يونيا 1967 طيب يبقى لما يجي يقولك من نتائج المترطبة على العدوان الاسرائيلي 5 يونيا 1967 اقوله استلاء اسرائيل على قطاع غزة استلاء اسرائيل على شبه جزيرة سيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس يعني كانوا واقفين هنا كده على قناة السويس وإحنا قصادهم في الناحية التانية على الضفة الغربية خدوا من سوريا هضبة الجولان خدوا مدينة القدس العربية كمان الضفة الغربية لنهر الاردن طيب السؤال هنا ايه اللي يخلي مصر تنهزم هي والدول العربية في العدوان الاسرائيلي 5 يونيا 1967 قالك عندك اربع اسباب اول حاجة التفوق العسكري الاسرائيلي وخاصة السلاح الجوي اسرائيل كانت متفوقة عسكريا وخاصة في سلاح الطيران اللي هو السلاح الجوي ماشي تاني حاجة ايه خلت اسرائيل تهزم مصر والدول العربية وتحتل كل الاراضي دي اقوله استخدام اسرائيل عنصر المفاجأة في ضرب المطارات المصرية اسرائيل استخدمت المفاجأة وقامت ضرب المطارات المصرية السؤال هنا هي ازاي ادرت تعرف اماكن المطارات المصرية اقوله اجهزة تجسس امريكية كانت صورت لها هالمطارات وادت لها الصور علشان كده اسرائيل استخدمت المفاجأة وادرت تضرب جميع المطارات المصرية طيب ايه كمان مساندة الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوروبية لاسرائيل عسكريا واقتصاديا وسياسيا انت مش اتحارب اسرائيل بس لا ده انت بتحارب اسرائيل اللي بيدعمها اقوى دولة في العالم اللي هي الولايات المتحدة الامريكية وكمان بتدعمها بعض الدول الاوروبية بتدعمها ايه عسكريا بس لا برضو عسكريا واقتصاديا وسياسيا طيب ايه كمان قالك نقص التدريب وعدم طوافر الاسلحة المتطورة للقوات المصرية في الوقت ده القوات المصرية مش متضربة كويس وما عندهاش اسلحة اصلا متطورة يبقى لما يجي اسألك وقولك ما هي اسباب هزيمة الدول العربية في 5 يونيه سنة 1967 لدرجة ان احنا بنسميها نكسة يونيه 67 اقوله عندي اربع اسباب التفوق العسكري الاسرائيلي وخاصة السلاح الجو استخدام اسرائيل عنصر المفاجأة في ضرب المطارات المصرية بعد طبعا ما الاجهزة التجسس الامريكية صورت لها المواقع دي طيب تلت حاجة مساندة الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوروبية لاسرائيل سندتها من ناحية ايه اقوله عسكريا واقتصاديا وسياسيا رابع حاجة نقص التدريب وعدم طوافر الاسلحة المتطورة للقوات المصرية يبقى انا كده عرفت ان اسرائيل انتصرت على مصر والدول العربية في العدوان الاسرائيلي 5 يونيه 67 واستولت على اقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وخدت من سوريا هضبة الجولان وخدت مدينة القدس العربية وكمان الضفة الغربية لنهر الاردن كل ده كل ده طيب فين بقى الامم المتحدة من الكلام ده قالك فعلا مجلس الامن التابع للامم المتحدة طلع قرار رقم 242 لسنة 1967 طيب القرار ده فيه ايه القرار ده فيه شوية حاجات اول حاجة انهاء حالة الحرب بين اسرائيل والعرب اول حاجة لازم الحرب دي تقف اتنين احترام سيادة دول المنطقة على اراضيها يعني كل دولة تحترم الدولة التانية والتي تعرف حدودها فين بالزبط طيب رقم 3 ايه قالك حرية الملاحة في الممرات الدولية يعني مصر ما تقفلش خليج العقبة قدام حد ايه كمان انشاء مناطق منزوعة السلاح على الحدود بين اسرائيل وبين العرب يبقى فيه منطقة كده مفهى السلاح علشان ما يحصلش اخناء بينهم وبين بعض اخر حاجة انسحاب اسرائيل من الاراضي اللي احتلتها سنة 1967 يبقى تاني بعد العدوان الاسرائيلي هناك مجلس الامن طلع قرار رقم 242 سنة 67 نص على ايه اول حاجة انهاء حالة الحرب بين اسرائيل والعرب احترام سيادة دول المنطقة على اراضيها وكمان حرية الملاحة في الممرات الدولية وانشاء مناطق منزوعة السلاح واهم حاجة انسحاب اسرائيل من الاراضي اللي احتلتها في سنة 67 طيب انا عايز اعرف بقى موقف مصر واسرائيل من قرار مجلس الامن مين اللي هتوافق ومين اللي هترفض قالك مصر قبل التنفيذ القرار اما اسرائيل امتنعت قالت لك ما بنفسي ومش بنسحب من حاجة وهعمل اللي انا عايزاه طيب انت كده قدامك حل واحد بس انك ترجع تاني تعمل اعادة وبناء القوات المسلحة وتبني الجيش بتاعك على اسس جديدة وحديثة وتقدر تدربه جديد وتسلحه من اول وجديد علشان تقدر ترجع الاراضي اللي احتلتها اسرائيل في نكسة 67 تاني لما نجي نقولك قرار مجلس الامن مصر قبلت بتنفيذه اسرائيل قالت لك لا امانش منسحبة وما حدش يمشي كلامه عليها وما نش منفزه قرارات مجلس الامن فاحنا كده ما عادش قدامنا لحل واحد ان احنا نعمل اعادة بناء القوات المسلحة تاني الجيش اللي انهزم في 67 نرجع نبنيه من اول وجديد واندربه وانسلحه طيب انا عايز اعرف بقى عملية بناء القوات المسلحة اتعملت ازاي او بمرت بكم مرحلة قالك مرحلتين اول مرحلة اسمها مرحلة الصمود والتصدي انت بعد الهزيمة لازم تقدر تبقى صامد وتتصدى للعدوان الاسرائيلي اللي كل شوية هيحاول يتعد عليك تاني مرحلة في اعادة وبناء القوات المسلحة حرب اسمها حرب الاستنزاف والمواجهة حصلت امتى اقوله سنة 1969 وسنة 1970 يبقى تاني مرت عملية اعادة وبناء القوات المسلحة كم مرحلة بمرحلتين اول مرحلة اسمها مرحلة الصمود والتصدي طيب تاني مرحلة اسمها حرب الاستنزاف اللي كانت سنة 1969 وسنة 70 طيب تعالى بقى ما نشوف مرحلة الصمود والتصدي دي يقصد بها ايه اقوله يقصد بها تصدي القوات المصرية للاعتداءات الاسرائيلية اسرائيل بعد العدوان ده بقى شايفة نفسها علينا فكان لازم تصمد وتتصدى ليهم على طول طيب ايه اللي حصل في المرحلة دي قالك حصل حكتين معركة اسمها معركة رأس العش وتاني حاجة تدمير المدمرة الاسرائيلية ايلات يبقى في مرحلة الصمود حصل حكتين معركة رأس العش وكمان تدمير المدمرة الاسرائيلية ايلات طيب ايه اللي حصل في معركة رأس العش اقولك القوات الاسرائيلية كانت عايزة تحتل لمدينة بور فؤاد في المعركة دي القوات المصرية نجحت في هزيمة القوات الاسرائيلية يبقى ايه المعركة اللي نجحت فيها القوات المصرية في هزيمة القوات الاسرائيلية عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد اقول له معركة رأس العش طيب تدمير المدمرة الإسرائيلية إلد كان سنة كام؟ أقوله في نفس السنة سنة 1967 مهدي اسمها مرحلة الصمود والتصدي لازم تقدر توقف الاعتداءات دي بأي طريقة طيب دمرناها بإيه؟ أقوله دمرناها بالسواريخ البحرية المصرية يبقى أنا عرفت كده مرحلة الصمود والتصدي يعني إن القوات المصرية هتتصدى للاعتداءات الإسرائيلية لأن إسرائيل كانت شايفة نفسها قوي في الوقت ده طيب إيه اللي حصل في المرحلة دي؟ أقوله معركة رأس العش وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات طيب تاني مرحلة قلق حرب الاستنزاف والمواجهة سنة 1969 وسنة 70 يعني إيه الاستنزاف؟ يعني استنزاف طاقات العدو الإسرائيلي في سيناء إنت آه ممكن في الوقت ده مش مستعد تدخل حرب كاملة بس تقدر تستنزف قواته؟ طيب إيه اللي حصل في المرحلة دي بالزبط؟ أقوله حكتين برضو أول حاجة بناء حائط السواريخ تاني حاجة القصف المستمر بالمدفعية لخط برليف وتحصيناته طيب إيه بناء حائط السواريخ ده؟ قالك مصري عملت حائط سواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس وعود نفسك الجيش المصري واقف في الضفة الغربية لقناة السويس إسرائيل في الضفة الشرقية لقناة السويس طيب إنت عملت حائط السواريخ فين؟ على الضفة الغربية ليه؟ أقوله عشان أمنع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية قبل ما نبنى حائط السواريخ قد إسرائيل بتعدي بالطيارات بتاعتها براحتها كده تاخد لها لفة في مصر وترجع تاني براحتها وتعمل اللي هي عايزها لحد ما عمنا حائط السواريخ على الضفة الغربية أي طيارة تيجي تقرب بس كده من قناة السويس كنا نوقعها على طول يبقى ده بناء حائط السواريخ علشان نمنع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية وفعلا قدرنا نمنع أي طيارة تعد الأجواء المصري طيب تاني حاجة القصف المستمر بالمدفعية لخط برليف وتحصيناته قالك على طول خط قناة السويس فضلت المدفعية في الوقت ده تضرب على طول نار لدرجة ان الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حرب الاستنزاف وحائط السواريخ والقصف المستمر بالمدفعية لخط برليف الولايات المتحدة قدمت مبادرة من اللي قدمها اقول له وزير خارجيتها اسمه ايه اسمه رو جرز اهو وزير خارجيتها ده قدم المبادرة وعرفت بمبادرة رو جرز ليه اقول له لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا يبقى لو جالي سؤال في الامتحان وقالي بما تفسر تقديم الولايات المتحدة لمبادرة رو جرز اقول له لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا اسرائيل بسبب القصف المستمر بالمدفعية لخط برليف وكمان حائط السواريخ اللي منع اي طيارة تقرب من قناة السويس هنا بقى راحت للولايات المتحدة علشان تتدخل فعلا تدخلت الولايات المتحدة ووزير خارجية الولايات المتحدة كان اسمه رو جرز اهو رو جرز ده عمل مبادرة هنسميها مبادرة رو جرز ليه اقول له لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا طيب في مرحلة دي استشهد الفريق اول عبد المنعم رياض طيب هو مين الفريق اول عبد المنعم رياض ده اقولك ده كان رئيس ارقان حرب القوات المسلحة ومش كده وباس لا ده الرئيس جمال عبد الناصر في الوقت ده كان بيعتمد عليه في بناء وتنظيم القوات المسلحة في حرب الاستنزاف اهو الفريق اول عبد المنعم رياض استشهد في حرب الاستنزاف يبقى لما يجي يقولك مين اللي استشهد في حرب الاستنزاف اقوله الفريق اول عبد المنعم رياض مين هو الفريق اول عبد المنعم رياض اقوله رئيس ارقان حرب القوات المسلحة في الوقت ده وكمان الرئيس جمال عبد الناصر كان معتمد عليه اعتماد كبير جدا في بناء وتنظيم القوات المسلحة طيب ايه كمان اللي حصل قال لك سنة 1970 توفي الرئيس جمال عبد الناصر طيب مين بقى هيحكم مصر بعد الرئيس جمال عبد الناصر اقول له الرئيس محمد انوار السادات علشان نبدأ مرحلة جديدة ونبدأ بحرب كبيرة جدا ضد اسرائيل سنة 1973 وده ان شاء الله موضوع الدرس في الحلقة الجاية هنتكلم عن حرب 73 وازاي قدرنا نرجع قرامتنا تاني وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحطو